السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام والسلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وابداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد لأنكم أساس قناتنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيف تحمي منزلك من النمل بطريقة طبيعية وأمينة مع ارتفاع درجات الحرارة تعاني معظم البيوت من انتشار النمل داخل المنزل مما يسبب الحرج في كثير من الأحيان وخاصة أنه قد يظهر بالمطبخ كما أنه من الممكن أن يتسبب في قرص الأطفال حدوث حساسية لهم باستخدام المبيلات الحشرية للقضاء على النمل قد تدور بصحتنا وصحة أطفالنا لذلك يجب الحرص على استخدام طرق طبيعية للتخلص منه ولكن قبل تطبيق هذه الطرق لابد من تنظيف المكان جيدا وإبعاد الطعام عن أماكن تواجد النمل وعليك بعض الطرق طبيعية للتخلص من النمل استخدمي المكنسة الكهربائية في شفط السراب النمل المتواجدة في أركان المنزل والحفر التي قد يسببها النمل بالأرضيات والفواصل بين السراميك ضيف الخلف بخاخة ورشي به المكان التي يتواجد بها النمل من المطبخ وحول الأبواب والنوافذ وتكون هذه العملية عدة مرات حتى التخلص منه نهائيا يمكن نثر مشحوق القرفة أو القرنفل أو النعناع أو الفلفل الأسود في أماكن تواجد النمل يوضع السمسم في إناء مكشوف بالقرب من النمل فالسمسم لديه القدرة على إبطال حسة الشام لدى النمل ومن ثم لا يمكن تعرف على غذائه فالنمل لا يقترب من الكعك والمعجنات التي تحتوي على السمسم يوضع قشر الخيار في أماكن تواجد النمل فهو يعتبر ما أدى سامة بالنسبة لهم وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي يعمل أجر الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في شاشة ليصلكم كل جديد شاركونا بآرائكم ونحن سوف نتقبلها بصر رحب فإذا أعجبكم المقطع فهذا الشيء يسرنا وإذا لم يعجبكم فأخبرونا ما السبب وللمزيد من المقاطع ادخلوا إلى القناة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد وشاكرين ومقدرين متابعتكم للمقطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا